بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا واليوم إن شاء الله نعيش مع أدب جديد من أدب الإسلام علمنا إياه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وهو أدب لاستئذان يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم سيدنا أبو باكر بيسأل سيدنا النبي يا سيدنا النبي طيب أفرأيت الخانات والمساكن الأماكن المهجورة الفضية نعمل فيها إيه هل نستأذن فأنزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الاستئذان دا من آداب الإسلام الإسلام كل أدب وقلت في بداية هذه السلسلة المباركة بالأدب تنال الرتب تاخذ الرتب والدرجات العالية بالتزامك بالأدب وحب وأدب وصول بلا تعب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأنسوا يعني تستأذنوا يعني ما ينفعش أنا أدخل بيت حد تاني حتى لو أخويا حتى لو أختي حتى لو حد من أقاربي إلا بعد الاستئذان حتى الإسلام يعلمنا الأدب الإسلام يعلمنا الأدب إن الواحد لا يدخل على أبيه وأمه إلا بعد استئذان يقول مولانا جل وعلا في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُومَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَات يبقى الولد لا يدخل على أبيه وأمه ولا يدخل على أخته في غرفتها في هذه الأوقات قبل صلاة الفجر وقت القيلولة بعد صلاة العشاء لغاية الفجر اللي هي فترة نوم ربنا يقول لنا في القرآن ثلاث عورات لكم شوف الأدب أدب الإسلام وأدب الدين الإسلامي والأدب اللي بيعلمهن سدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع أول أدب من آداب الاستئذان إنك تستأذن سواء المستأذن ده رجل أو امرأة لا تدخلوا بيوت أحد حتى تستأنسوا يعني إيه؟ يعني تستأذنوا نمر اتنين إنك تسلم على أهل البيت السلام عليكم ورحمة الله دائمت السلام بعد أن يؤذن لك في الدخول الاستئذان ثلاث زي ما قال سيدنا النبي فإن أذن لك وإلا فارجع طرقت الباب واحد اتنين تلاتة إن أذن لك أدخل وإن لم يؤذن لك فارجع عندنا وسائل حديثة الآن ممكن من خلالها الهاتف الواتساب رسالة أنا أزوركم في الساعة كذا هل مناسب؟ إن قيل مناسب اتفضل بالزيارة وإن قيل غير مناسب يبقى لا تذهب لإن ده من آداب الإسلام ربنا يرزقنا وإياكم الأدب هاروح فاصل وارجع كم الأدب الاستئذان خليكم معانا وصلوا على الحبيب موسيقى